كبرنا نلوم الآخرين على مصائبنا كبرنا معتقدين أن الغرب ضد الإسلام وضد المسلمين يكرهنا ويخطط المكائد لنا ولبلداننا لا يريد لنا التقدم ولا الخير هذه الفكرة ضربت مجتمعاتنا إلى النخاع هذه النظرة التبسيطية نظرة المظلومية الدينية تحتاج إلى تفكيك وهذا ما سنفعله في هذه الحلقة وبكل وضوح موسيقى بكل وضوح مع رشيد أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة الجديدة على قناة الكرمة وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي في البيت في المدرسة في الإعلام في المسجد في المقاهي في الشوارع وحتى في الكتب والجرائد والفضائيات بل وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي هناك فكرة مسيطرة على العقل الجمعي في مجتمعاتنا هذه الفكرة تقول بأن الغرب يكره الإسلام والمسلمين يكره شعوبنا يكرهها كره العمى ولذلك يغزو بلداننا ولذلك استعمرنا ولذلك يدعم إسرائيل ضدنا ولذلك يسن القوانين لمنع الأذان ومنع النقاب ولذلك غزل عراق وأفغانستان إنه يريد استنزاف خيرات الشعوب الإسلامية ولا يريد لها أن تنهض لأنها إذا نهضت ستسيطر على العالم وسيصبح الإسلام هو الدين العالمي الأول الذي تؤمن به جميع الشعوب وهذا يقلق الغرب ويخيفه هذا ما تعتقده الغالبية العظمى في مجتمعاتنا فكرة المظلومية الدينية العالمية حتى تخلفنا وفقرنا وديكتاتورية حكامنا وتأخر اقتصاداتنا نرمي مسؤوليته على الغرب وكرهه لنا بل ونحمله مسؤولية بقاء حكامنا في الحكم كل شيء بسبب الغرب الذي يكرهنا إذا لم نقف وقف مع النفس ونخرج من عقلية الضحية لن نستطيع التقدم خطوة واحدة إلى الأمام موضوع الليلة واحد من المواضيع التي علينا أن نعالجها بكل جرأة وبكل وضوح أرحب بضيفي العزيز الأستاذ مجري خليل أهلا بك في هذه الحلقة أهلا بك أنا قلت بأنه واحد من أهم المواضيع لأنه هي فكرة وكأنه متى ناراتف يعني سردية كبرى بتتحكم في الشعوب لمدة عقودها كده أنا من المقدمة بتاعتك دي لقدت حاجة بسيطة مركز بيو سنتر بسأل مجموعة ضخمة من 25 دولة في الدول الإسلامية قال لهم سبب تخلفكو إيه إيه سبب تخلفكو؟ 53% نمبر ون 53% قاله الاستعمار الغربي طبعا طيب الاستعمار الغربي دي استعمار الصين واستعمار الهند واستعمار الولايات المتحدة الأمريكية مش كانت مستعمارة بريطانية واستعمار أستراليا وكندا وأمريكا الجنوبية المسيحية يعني استعمار مسيحيين وهنود وبوز وهندوس وكل الناس فيش حد بيقول أن سبب تخلفنا هو الاستعمار الأوروبي الغربي وهو استعمار أوروبي غربي بحدش أهل سبب تخلفنا أو سبب مشاكلنا إلا المسلمين إلا المسلمين هم بس اللي بيقولوا سبب تخلفنا لإستعمار الغرب طب خلينا نشوف نفكك الموضوع مع وضد طب لو أنا معاه لو فعلا الغرب يكره المسلمين خلينا نفترض هذه الفردية ما هي النتائج التي كان علينا أن نراها على أرض الواقع بناء على هذه الفردية جميل عندي ملاحظتين ثلاثة مبدأيتين قبل ما أبدأ في هذا الإجابة على هذا السؤال وسريعا الحاجة الأولانية أن العقلية هنا غير العقلية مثلا في العقل في الشرق الإسلام عند المسلمين الإسلام, المسلمين الدولة الإسلامية التطرف الإسلامي, المسلمون في الغرب كلهم مصطلح واحد عند المسلمين بس دي حاجات مصطلحات مختلفة تماما عند الغرب له وضعيته القانونية وله مفهومه ده حاجة وده حاجة حاجة تانية عشان تفهم برضو عقلية المسلمين كل القيم تقريبا عند أغلب المسلمين يا إما تنبع من الإسلام يا إما تقاس على الإسلام يا جاية من الإسلام يا إما تقيسها على الإسلام عشان تقبالها ده مشكلة هو المرجعية هو المرجعية القيامية ملاحظة الثالثة اللي عاوز أقولها إن النظر السلبية للإسلام ودي عادي جدا موجودة في الغرب لا تعني إهداف حقوق الموطنة أو العداء في نظرة سلبية للإسلام لها أسبابها ممكن نقولها خلال الحلقة لكن الحقوق الكاملة المتوفرة للمسلمين في الموطنة مصانة كاملا ماذا لو كان الغرب بيقصد من المسلمين ماذا لنفترض أن الغرب كان يكره المسلمين لازم يكون فيه نتائج لهذه الكراهية كان منع هجرتهم ونشوف أنهم أكتر ناس هجروا للغرب مفتوح لهم الهجر أكتر كان منع الهجرة كان منع الهجرة كان عمل تمييز قانوني كان عمل قيود على المساجد والموضوع كان منحهم من حاجات معينة ما يدخلوش الجيش ما يدخلوش الأمن القومي ما يدخلوش المخابرات في الدول دي ما يدخلوش ما يدخلوش كان منحهم من هذا الكلام ما يدخلوش مناصب سياسية ما يدخلوش مناصب سياسية معينة كان عمل قوانين تمييزية ضدهم كان منع أن إظهار دينهم كانت القانون مثلاً لو حصلت حدثة ضد مسلم كان يدوا أقل عقوبة من اللوحة تشجيع تشجيع الجريبة بطريقة غير مباشرة كان منع الغربيات أنهم يتجوزوا كان منحهم أنهم يتحولوا لدين المسلمين كل ما يتعلق بحقوق المواطنة الكاملة اللي هي المواطنة الكاملة يعني المسواة والمشاركة مفتوحة لهم مثلهم مثل كافة أطياف المجتمعات الغربي كان منعهم من الدعوة طب الدعوة طبعا ما كان منعهم من الدعوة وإظهار الدين وإطباعة كتبهم طب كل شيء هو يقولي هاتلي حاجة هاتلي حق واحد ما لا يمارسه المسلمون في الغرب حق واحد هاتلي حق واحد لا يمارسه المسلمون وأنا أشك فيه طب خلينا أنا بدأ بالحقوق الدينية إحنا يعني أنا أريد معطيات 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 كيف يتعامل الغرب مع المسلمين في حقوقهم الدينية؟ جميل أول حاجة الحقوق الدينية فيه بتمارس الحقوق الدينية في الغرب كما تعرفها الحريات الدينية في المواصيك الدولية مش زي حرية العبادة في الدول الإسلامية المقيدة كمان لا وفقا للحرية الدينية بناء المساجد عارف أوروبا حصيلة المساجد كم؟ 9,842 مسجد في أوروبا أمريكا 3,500 مسجد كم في أوروبا؟ 9,842 مسجد في أوروبا الغربية أوروبا الغربية فقط أوروبا الغربية ما متكلمش عن الشرق لا متكلمش عن الشرق ولا ألبانيا ولا البصنة الوحدية في أربعة ألف مسجد ده مش هنالك تتكلم عن الكلام ده أنا بتكلم على أوروبا الغربية أمريكا 3,500 مسجد لكل 1101 مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية الحق الكامل في التبشير بدينهم إظهار الدين دعوة خلي بالك جزء من الحرات الدينية إظهار الدين يعني أنك تظهر دينك وتتفخر به هنا بقى تدعو إليه وتدعو إليه داخل السجون يدخل يعني إمام أو وعد ديني ده لهم كل سجن أمريكي اللي هو وعز مسلم ولهم الحق بياخد سجادة وبياخد مصحف حتى جوان تنموا بيه فيها وعز مسلم اللي هو السجن أخطر سجن في العالم لأخطر مجموعة إرهابية في العالم في وعز مسلمين الحق فيه أقسام الدراسات الإسلامية أعلى بكتير من الهندوسية في الولايات المتحدة الأمريكية وأنا في عيش في الولايات المتحدة الأمريكية أعلى بكتير من الهندوسيين والبوزيين وغيرهم وغيرهم من الأديان هل للمسلم وأنا أسألك هذا الصور وأنا أعرف الجواب لكن فقط للمشاهدين يعني الأمريكي والأوروبي الفرنسي الألماني غيره 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 يعني استطيع اعتناق الإسلام دون أي عرقلة من جانب الدولة أو الحكومات ولا تتدخل أصلا الحكومات في هذا الموضوع أصلا هذا ما اختيار شخصي واختيار مدني يعني ماليش علاقة وممكن يعمل يوتيوب فيديوز ويطلع في برامج ويتكلم عن هذا الأمر في الولايات المتحدة الأمريكي في أربع جامعات كبرى إسلامية في مئات المدارس الإسلامية سواء مدارس خمس أيام أو مدارس ويك إنت في عشرات در النشر تلفزيونات بلغاتهم بكل لغات المسلمين سواء الباكستانية أو العربية أو أي حتى ذكرناك سايبلو بيس تي في في أمريكا وفي أوروبا طبعا وبالإنجليزية في أوروبا وفي كندا وفي أمريكا وفي كل شيء عندهم حق كامل في إظهار دينهم بكافة الوسائل المناسبات الدينية ده غيروا قانون في الكونجرس عشان اتنين نائبتين مسلمتين واحدة من أصول سومالية واحدة من أصول فلسطينية قالت ما نقسمش على الكتاب المقدس غيروا قانون قديم في الكونجرس كان موجود علشان يحلفوا على الكرآن بيدعوهم في كل فيدعوهم في البيت الأبيض في مئدة رمضان بتتعمل لأي دين تاني مئدة غير المسلمين مئدة رمضان بيزعلوا عشان فيه صلاة ترامب برجع صلاة المسيحين في يوم يوم الصلاة في البيت الأبيض هابي رمضان على طوابع البريد على طوابع البريد الرسمية طوابع البريد الرسمية در النشر الإسلامية الحق المسلم عشر دقايق في نصلي في كثير من الشركات الأمريكية اللحوم الحلال موجودة دلوقتي حتى في المحلات العامة ثقافتهم كل شيء متح ليهم كل أنواع العبادة متح ليهم المنظمات الإسلامية ده يا أخي أنا رجل أنتامي للأقباط مفيش من أقباط لخمستاشر مليون بني آدم أقباط مفيش منظمة ولا اتنين بتدفع عنهم في العالم المسلمين عندهم في أمريكا أكتر من مئة منظمة بتدفع عنهم خمسمائة منظمة تحت اتحاد المنظمات الأوروبية خمسمائة منظمة بتدفع عن المسلمين وعن حقوق المسلمين دي منظمات مش بتاعة المسلمين فقط دي منظمات عالمية لا ده منظمات إسلامية كمان اتحاد المنظمات الأوروبية ينضوي تحته 500 منظمة إسلامية أنت بتتكلم على دول بيتكلموا عن إحنا 15 مليون هم أقل من 4 مليون في الولايات المتحدة الأمريكية وإحنا عشان تعرف الحقوق اللي بيتظلموا الواحد بيصير يعني لو أنتوا فعلا بتعتقدوا أنه الغرب يكرهكم اكرهونا نفس الكراهية ياريت ياريت اكرهونا نفس الكراهية الله يخليكم ياريت يعني الدونة إداعات الدونة مثلا خصوصا إحنا اللي بنتحول هل يقدر مسيحي في بلده الأصلي أن يحط على الأتوبستات العامة دعوة للمسيحية في مصر يدي الواحد إنجيل يدي الواحد ده مسيحيين يدهم لبلح في رمضان وزعوا بلح في رمضان قالك ده بيغروا المسلمين بالبلح وأبضوا عليهم ودهم قضية اصدراء أديان بيوزعوا بلح للصائمين في رمضان دول بيحطين على الأتوبستات في نيويورك دعوة للإسلام أهمية الحجاب كرامة المرأة في الحجاب ده علاقته بسات ده تمسكوا أقباط على أنه بيشربوا مية في رمضان ده كتير ده محدش يقدر يشرب مية في رمضان في البابليك يتابط عليه على طول رغم أنه دينه ما بيأمروش بالصوم ما يطلقه طيب هو مش صايم لكنه لازم يحترم مشاعر المسلمين الرقيقة جدا طيب الحقوق الدينية يعني معطاة بالكامل كاملة يقولي أنا قلتها ميت مرة أن الحرية الدينية في الغرب غير متوفرة لأي مسلم في دوله الإسلامية لأن الدول الإسلامية فيه أشكاليات في الحرية الدينية حتى للمسلمين لأسباب تتعلق بالسياسة طيب اللي بتكلم عن المآدن مثلا في سويسرا كانت طلعت مسألة المآدن والآذان بيقولك ما بيسمحوا لناش بالآذان والنقاب والحاجات والنقاب هم ضد النقاب مش ده ده ضد الإسلام وده يعني عن قصد يقصده به التضييق على حرية المسلمين فيه فرق بين الدعوة للقرهية أو الحد من الحرية الدينية ثلاث مصطلحات الدعوة للقرهية أو الحد من الحرية الدينية وفيه فرق بين مخالفة القانون المنقبة دي بتخالف القانون دي مشكلة جدا وحدها إزاي تدرس لطلبة واحدة منقبة إزاي تبقى طبيبة واحدة منقبة إزاي تتشكل ID بتاعتها من واحدة منقبة إزاي تمشي في الشارع متسطرة وممكن تختق في جريمة وحدها الدقاب جريمة في حد ذاته يعني في بعض التفاصيل الصغيرة داخل الدين الإسلامي بالمناسبة مش كل المسلمين بيعتقدوا بيها أنا أقول لك هو ممكن تشكل إشكالية قانونية إشكالية في الأمن إشكالية في التدريس فيمكن هم بيعالجوا بعض التفاصيل الدقيقة في الدين اللي لا تمثل الدين الإسلامي بمجمله بيت تأكيد إحنا بنتكلم على الحريات الدينية المتوفرة الدعوة للقرهية مجرمة لكن هناك أمور تتعلق بالقانون مثلا لما جي شيخ الأزهر السابق اللي هو محمد سيد تنطاوي ونزع النقاب من على طالبة في الأزهر وقال لها ده مش إسلامي أنا أعرف في الإسلام عن أبوك واللي جابوك وضربها بالآلم ده كان بيخلف الإسلام لما رئيس جامعة القارة وده على فكرة لو حصلت في الغرب كان عملوا مشكلة كبيرة وشيخ الأزهر بنفسه لما جابر النصار رئيس جامعة القارة السابق راح منع النقاب من جامعة القارة هو كان بيخلف الإسلام لما الدكتور فؤاد هاشم عامية كلية الطب الأسبق من جامعة من كلية الطب من زمان أوي أوي في التسعينات هل ده كان بيخلف الإسلام هذه هو أصلا مشكلة خطيرة بالنسبة للأزان في دول الإسلامية بتمنع الأزان الأزان أنت الحق في الهدود ده حق أساسي للجار أنت مسجد تقوم تدي تعمل أدان ستة خمس مرات في اليوم وفي الفجر وتصحيني من النوم وأنا مريض وتقلق راحتي ده يتعلق بالحقوق الناس ومسلمين طيب ممكن يقولك أنه أهل الكنائس بتعمل نواقيس بعض الكنائس يعني عنده نواقيس ليه ما يبنعوش أجراس الكنائس هذه الأزان الأزان مزعج جدا جدا بطريقة غير عادية لما بيقوه وقوه وصلوات وترويح ومش عارف أيه أنت تعرف الكلام دي لو رحت عدت شهر في دولة زي مصر مش هتقدر لو أنت حسست أنه أعرف مصر إنت مش قادر لو بيد جوامح حوليك اللي حاطت تحت المسجد واللي وجاء مسجد فوشك ومسجد تحت القمرا كل يدخل في بعض كده هتقدر تنام ازاي ازاي حقوقك في النوم حقوقك في المريض في مصر كتير من الناس طلعت مسقفين مصيريين قالوا عاوزين نمنع الأذان في الميكروفونات حتى في المغرب بعض الأسوات طلبت رغم أنه ده شيء بمستحيل إحنا هنا ما متجاوز فإذا أنت بتعتبر هذه أمور بسيطة لا ترقى إلى مستوى الكراهية ولا إلى المساس بحقوق الدنيا في مسائل بقى قانونية بقى تتعلق بمخلفة القانون بشكل واضح في الغرب لما واحد مثلا زي يصلي في الطيارة قدام المضيفة ويغلق وإحنا شفنا فيديو قريب في فيديو متداول وإخبار بالبطائر عشان يقول له أنت عملت كده ليه ده خلف القانون ولا ما خلفش القانون خلف القانون طبعا لما البنات القصر في برمنجهام بالمئات جاوزوهم تحت سن 16 سنة من غير ما يجاوزوهم رسميا هذه مخلفة للقانون أمش مخلفة للقانون مخلفة للقانون وعلى فكرة بعض المرات بيغضوا الطرفة عن هذه الأمور حتى بابر بيتجاوزوها بحجة أنه في ثقافتهم ميزوكيا في بريطانيا كانت فضيحة في برمنجهام 400 واحدة كانت فضيحة أن البوليس تغادى عن الموضوع لحد ما صحافة اكتشفتها وبقت فضيحة لما واحد يقت البنته حصلت في فلوردا وحصلت في ألمانيا عشان واحدة خرجت من الإسلام واحدة كان عندها بوي فرند ده ضد القانون أمش ضد القانون ضد القانون طيب لما واحد يقف بأوتوبيس في لندن في شوارع لندن ويوقف الأوتوبيس ويركنه ويسيب الناس كلها وينزل يصلي ده ضد القانون أمش ضد القانون ضد القانون لما واحد يعمل محاكم شريعة في ألمانيا أو شرطة شريعة في بريطانيا وبلجيكا ده ضد القانون ولا مش ضد القانون؟ لما سائقين في مين في الأديان بيعمل شرطة الخاصة بي؟ من السؤوتة يمنعوا يوصلوا الركاب عشان معاهم خمرة ده ضد القانون ولا مش ضد القانون؟ لما يقفلوا الشوارع في باريس الرئاسية عشان يصلوا رغم عندهم 2500 مسجد في فرنسا ده ضد القانون ولا مش منعينوا من نبي ابن مساجد ده ضد القانون؟ بس بيغلسوا على الناس بيغلسوا على الناس ده ضد القانون ولا مين؟ لما يجي واحد في القطر والقطر وده ممشت ممر القطر وروح قافل ممر القطر وأنا شفتها بعنايا بيصلي في ممر القطر اللي انت عاوز تروح ضدورة الماء عاوز تروح تأكل قافل الممر ضد القانون ولا مش ضد القانون؟ هذه الحاجات استغلال لما واحد يقف في أسبانيا شيخ ويقول ضرب المرأة حلال في أسبانيا ده ضد القانون ولا مش ضد القانون؟ يعني بتعتبر انه فيه اشياء بيعملوها المسلمون وفيه اشياء في الدين نفسه بتخالف القيم والقوانين الغربية دي مش هيسمحوا بيها قيمك او دينك اذا تعرض مع القانون يطبق القدم يعني خليني اوضحها يمكن للمشاهد يعني لو امريكا منعت شخص من الزواج باربعة ده مش كراهية في الاسلام لا ده قانون ده هتمنعه على الهندوسي وعلى المسيحي وعلى المسلم اكيد يعني لو منعت انه انت تخفي هويتك دي حتمنع على كل واحد يعني ممكن يجي دين تاني ويعمل اخفاء الهوية وحيمنعه با نفس الشيء ده مش يعني استقصاد للمسلمين اطلاقا اطلاقا حتى يرجعوا حياتهم جحيمين يعني ايه سيادة القانون يعني يسير على الجميع على الجميع هو دي سيادة القانون طب الاسلاموفوبيا يعني الشيخ الاظهر بتكلم عن الاسلاموفوبيا كل مسلم الان بيقولك اسلاموفوبيا ده دليل على كراهية الغرب للمسلمين يعني ترويج خطاب الكراهية هذا غير صح بالمرة اسلاموفوبيا تلخصها كده من عدم نقد الاسلام من الاخر كده علشان كده ليه كل اللي مصنفينهم اسلاموفوبيا هم الناس اللي بتتكلم في الاسلام وفي نقد الاسلام يبا هو عاوزين يمنعوا نقد الاسلام لان عندهم قانون اصدراء الاسلام او اصدراء الاديان او البلاسفما او الحاجات دي في الدول الاسلامية حابوا ينقلوا القانون ده على المستوى الدولي اراحوا المجلس حقوق الانسان في جينيف وقالوا عاوزين نعمم فكرة اصدراء الاديان عالميا عشان يحمل اسلام مش عاوزين حد ينتقد الاسلام نجح ونجح محدود جدا واتوقف الموضوع ده الامم المتحدة اكتشفت ان دي كارثة ومفوضة العامة الامم المتحدة قالت دي كارثة والتقارير الحرات الدينية الامريكية ساعتها 2006 قالت دي كارثة عاوزين ينقلوا قانون التجديف من على مستوى الدول الاسلامية الى المستوى العالمي اللي حصل ايه باقة راحوا نقالوها اجتماعيا اسلاموفوبيا هو الاسلاموفوبيا كده صارت حتى القانونات الغربية والجرائد وكل شي بيرددون طبعا طبعا ما هو ده وما فيش تفريخ ما بين نقد عقيدة وكرهية مسلم ده بيدمجوا كله مع بعضي لانهم بيدمجوا المصطلحات اللي قلتلك عليها الاسلام والمسلمين والدولة الاسلامية والمسلمين في الغرب كله بيدمجوا كله واحد هي مدمجة اللي رضي في الدولة الاسلامية لان ما فيش فرق بين الاسلام والدولة الاسلامية والمسلمين كله ترس واحد لكن في الغرب بديك كل ده له وضع قانوني وده له وضع قانوني اذا زي لو روحت انا الان وقلت ان المسلمين همج لازم تتخلصوا من المسلمين دي كارهية دي كارهية جريمة تتساجن على طول طبعا لتحريط ضد مجموعة معينة لكن لو قلت أن الإسلام دين فيه عقائد رهابية هذا حقك التام المدعي العام الدنماركي في القضية قال حتتين قوي جدا جدا إذا كان لك الحق في إظهار دينك بكل الطرق فللآخرين الحق في نقض هذا الدين أنت بتبيع سلعة ومش عاوزنا أسألك عنها أنت بتبيع لي سلعة دلوقتي حد يبيع لك عربية أقول لك أقوع تجربها خدها زي ما هي بيبيع لك الإسلام مش عاوزك تسأل عنه مش عاوزك تنتقده ده الآن الكنسور يبغيش كل شيء الآن مبني على النقد ريفيوز طبعا تكتب ريفيو على أي سلعة أي خدمات أي حاجة يعني أصلا الماركت الآن السوق لا سوق الأفكار ولا سوق السلع ولا الخدمات كله مبني على التقييم طبعا الحاجة الثانية اللي قالها المدعي العام الدنماركي في رده على المسلمين في القضية قال لهم لازم إحنا الوضع القانوني للمسلم ده حاجة تاني إنت مسلم دينك لكن إنت مواطن دنماركي إحنا بنعملك وفقا لحقوقك الدستورية أما الدين بتاعك ده فده عبارة عن مجموعة أفكار زي كل الأديان تنتقد يستخف بها يصدر بها كل الناس من حقه ده أفكار أما أنت كمواطن إذا مس وضعك القانوني شيء عليك أن تلجأ للقضاء إذا مس وضعك القانوني أعتقد أنه المسلمين وأنا بتوجه اللي بيشوفونا وبيحاولوا يعني يفهموا إحنا بنتعامل مع الموضوع إزاي هو في الغرب مثلا المسيحية ما بتنتقدش؟ طبعا تنتقد انت قد رهيب أكتر من الإسلام عشرات المرات طبعا طب ما فيش كاريكاتور ضد المسيحية؟ ما فيش سخرية من رجال الدين المسيحية؟ على أقصى ما تتخيلوا طبعا طب لماذا ما يطلعش يعني الناس ويقولوا أنه فيه مسيح فوبيا أنه فيه كراهية ضد المسيحيين ما فيش أفلام تلعى ضد المسيح نفسه؟ آآ يعني ليه ما فيه ده بالعكس في بعض الكتب والأفلام حققت أكتر المبيعات شفر الدفينشي شفر الدفينشي واحد منهم طبعا والإغراءة الأخير للسيد المسيح هل يقدر حد يعمل فيلم زي داعي المحمد؟ بالعكس وفي البابلك يعني خلي بالك في البابلك يعني يعرض في التلفزيونات وبيتعرض وحاجات كده طب ليه ما تصنفوش أنه دول كاريهين للمسيحين؟ ليه ما فيش عقدة الكراهية عند المسيحين؟ بصوا إحنا مستقصدين لهي فكرة أنه إحنا ضحية العالم كله فيه كمان مشكلة عند المسلمين عند العقل الإسلامي العقل المسلم عموان يعني عشان كده فيه واحد كتاب كاتب إيراني كتب أزمة العقل المسلم أزمة في الأزمة هو أولا بيتصور عاوزك تقبل حاجات على أنها بديهيات أن هم خير أم خلقت للناس لازم تقبلها مش ربنا قالها يبقى أنت في الغرب لازم تقبلها وبيعتبرها معطبديه لك معطبديه أن دين أحسن دين وكل الأديان دي أي كلام اتحرفت بديه أن احنا نبشر بديننا ونجبرك على ديننا حتى بالقوة وفقا لدينا وتقبل هذا الموضوع بديهي أن أنا أخلاق كمسلم أرقى منك تخيل أن هم بيتعتبروا نفسهم بنسبة 78% أن الغربيين ما عندهمش أخلاق ده فين؟ في بيو سنتر بيو سير بيعتبروا أن الغرب ما عندوش أخلاق ما عندوش أمورل ما عندوش سيلفش وأمورل يعني لو شوف وجهة مع العلم أنه كمية الهروب والهجرة من العالم اللي فيها أخلاق إلى العالم اللي ما فيش أخلاق يعني رهيبة يعني لو فتحوا لأبواب الغرب كله هيجوا كل العالم المسلامي كله كلهم وأنا معرفش ليه أنا أهاجر أصلا إلى ناس معداش أخلاق إلى مجتمع فاصل حاوز أقول لك حاجة يعني عارف بككرة الإسلام وفوبيا دي والكلام هو ده طبعا مصطلح فيك وكاذب وزي ما قلتك هو الترويعي هو مصطلح ترويعي أو أعترب من الإسلام بالنقد لكن في تحديات حقيقية فعلا بين الغرب وبين المسلمين تحدي الأول الاندماج فكرة الاندماج مثلا دي حد حديات حقيقية يعني مثلا بيسموها ميلتنج بوت وواحد صديقي قال لي هما زي الحجر مش عاوزين يدوبوا زي الحجر اسمها ميلتنج يعني الحاجة اللي تدوب تدخل الميلتنج بوت مش عاوزين يدوب المجتمعات الغربية بتسعى لإدماجهم هم الذين يقاوم الجزء الكبير منهم يقاوم الإدماج الحاجة التانية كمان المفهوم الولاء عاوز أقول لك مفهوم الولاء ده مسلا انت دلوقتي بتحلف للولايات المتحدة الملكية خد اللي تحلف للاوروبا تحلف لفرنسا تحلف بتاخدش جنسية بتاخد جنسية تعال اشوف انا هوريك رؤيتهم للدين ام الوطن فبرضو من افضل المراكز اللي عملت في باكستان بتشوف دي انت انت مسلم ولا باكستاني 3% باكستاني الأول الأول اولويتك تعبر ايدينتي بتاعتك مسلم ولا ناشوناليتي ولا ريليجين 94% قالوا الدين في باكستان ديني أهم في الأردن 65% و24% بس قالوا ان احنا أردنيين في تركيا 49% قالوا مسلمين و21% قال انا بعد كده تركي في مصر 46% اسلامي أولا 31% مصريتي اندونيسي 40% يعني النسب عالية عالية جدا لوضع الدين أولا أولا هتلاقيها في الدول الإسلامية يعني هو طبعا ما يلي ياخد بقى جنسية اذا كان هو في دولة إسلامية وبيعتبر دينه أهم من جنسية هو الأول لما ياخد الجنسية الأمريكية أو البريطانية أو الفرنسية يبقى الأولوية للإسلام طبعا دي مسألة الولاء الولاء المان ده مشكلة بين الغرب والمسلمين الولاء المان الحاجة التانية تحدي التطرف الإسلامي التطرف الإسلامي ده تحدي في الغرب مش إسلام وفابيا يعني برضو إذا أرجعت البيو سنتر لأنه أكتر حد عمل أبحاث على تعالوا شوف درجة القلق من التطرف الإسلامي روسيا 76% من الناس قالوا قلقانين من التطرف الإسلامي ألمانيا 73% بريطانيا 70% أمريكا 69% من الأمريكان قالوا قلقين من التطرف الإسلامي فرنسا 68% أسبانيا 61% لبنان حتى 73% واخد بلك فإذا شفت إيبا فيه قلق حقيقي في الغرب من التطرف الإسلامي مش فابيا فيه قلق طبعا يؤيدها عشرات المشاهدات فبالتالي فيه تحديات كتيرة بين الإسلام طب في الهجرة يعني كان فيه ضجة بعد ما قام به ترامب وسموه أنه منع إسلامي إسلام إسلام بان أخيل بيقولك منع الإسلام منع الإسلام طبعا فكيف يتعامل الغرب مع المسلمين في مجال الهجرة تذكرت في البداية أنه لو كان فعلا الغرب يكره المسلمين كان أوقف هجرة المسلمين فكيف الغرب هل هو مدي حق أو مش حق يعني امتياج للمسلمين أنه يهجروا ولا لا أكتر من غيرهم يعني هقولها لك يعني نسبة المسلمين المهاجرين إلى أوروبا أعلى بكتير جدا لدرجة في آخر ثلاث عقود أغلبية من المهاجرين إلى أوروبا مسلمين مثلا في أمريكا مثلا أنا عندي في أمريكا حصائيات سنة 1992 كان عدد اللي بياخدوا الجرين كارد من المسلمين كانت حصة المسلمين من الهجرة الشرعية خمسة في المية في 2012 خلي بالك بعد تسع عشر سنين من 2001 أو 11 سنة اتفعت كل سنة تزيد لحد ما وصلت سنة 2012 إلى عشرة في المية من حصة الهجرة السنوية الشرعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية هاجر من سنة 1992 لسنة 2012 واحد وسبعة من عشرة مليون مسلم هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة شرعية ففي أوروبا طبعا الموضوع أكبر وأكبر في أوروبا من سنة 1945 لسنة 2015 من بعد الحرب العالمية الثانية والخالة السكانية في أوروبا هاجر إلى أوروبا سبعين مليون بني أدم منهم من 30 إلى 35% مسلمين طب ما هو واحد ممكن أنا ألعب دور المعارض ما هو مش عشان سواد عيوننا يعني عشان مش حبا في المسلمين هم محتاجين يدعم له جميل بس أنا مش منعك على أساس الدين دي أنا أدي لك يعني مش بفرق فيك بالعكس أنا ديك حصة أكتر من غيرك معناها أنا ما عنديش أي concern على الدين ما عنديش concern خالص على الدين يعني كان بإمكانك تجيب ناس تانية موديين بالعكس لا حولها لك بقى في concern على دول تاني يعني في الأورعة العشوائية اللي هي اللوتري دي اللي 55 ألف بيقول لك حصة أمريكا الجنوبية ممنوع حد من أمريكا الجنوبية يقدم فيها ممنوع حد من الهند يقدم فيها ممنوع حد من الصين يقدم فيها لأن بيشوفوا توازنات الأجناس لكن بيدوا للدول الإسلامية ومع ذلك الصينيين ما قالوش كراهية صينية ولا الهند قالوا كراهية هندية ولا بتوع أمريكا الجنوبية خايل لو عملوا ممنوع البلدان الإسلامية في الهجرة العشوائية كان أقالوا إيه طب الناس دي ما اشتكتش ليش معنى انتوا لو بتشتكوا فبالتالي الدول الاسلامية واخد حقها من الهجرة الى اوروبا وامريكا وكندا طبعا نسبة الهجرة الكندا من المسلمين اعلى بكتير من باكستان ومن الدول الاسلامية اعلى من المتوسطات للاديان الاخرى وللشعوب الاخرى هتقول لي ان الشعوب الدول دي عندها رؤية للهجرة ما عندش مشكلة ان يكون عندهم رؤية للهجرة زي كندا مثلا انه بياخدوا كفاءات بس بتيجي كفاءات من الدول الاسلامية بيقبلوها اكتر من غيرهم كويس بس الدول الاسلامية ليست منظومة بل واخد اكثر من حقها في مسئلة الهجرة مع العلم انه لو جابوا يابانيين وصينيين وكده على الاقل مش هيكون مشكلة الارهاب الاسلامي وردة مع اي واحد فيهم تقريبا يعني زيروا في المية مشكلة الارهاب اللي هو يفجر حاله وسط بين اليابانيين والصينيين طبعا فاذا لو كان فعلا في فكرة الصينيين شطرين في المدارش شطرين في التكنولوجي شطرين في الجامعات شطرين كانوا على الاقل ما مدوخوش حالهم بفكرة الولاء والبراء وفكرة واحد شيخ زي ايمن العولق يعمل لمسجده حرد ضد ما فيش واحد صيني حيفتح معبد وحرد ضد امريكا طول الوقت ولا واحد ياباني فاضي انه يعمل يعمل دروس فيه يعني ضد الغرب الكافر المنحل الوحيدين في الولايات المتحدة الامريكية وكندا اللي تعمل الدراسات على ان مساجدهم بتحرد على الكفار اللي هم بينهم اللي هم الامريكان والكنديين هم المسلمين الدين الوحيد اللي تعمل الدراسات في امريكا وكندا انه من المساجد والمدارس بتاعاتهم بتحرد حلينا بدافق اخذ المكالمات للأخت سوزي من الولايات المتحدة اهلا بيكي اهلا بيكو اهلا عايز اقول نقط بسرعة كده للبرنامج ان الفكرة فكرة الغرب ده الغرب ده هو بيمثل للمسلم هو المسيحيين واليهود فالفكرة دي بتشكل عقل المفكرين والكتاب المسلمين يعني حتى اللي بيعتبروا انفسهم علمانيين يعني واحدة زي فاطمة نعوث مثلا تقول لما هدموها على القضية بتاعتها الاخيرة قالت لا طرد عنك اليهود والنصارى طبعا يعني استشهدت بالقرآن نفسه ما هو بيطلع اللاشعور اللاشعور اللي تربينا به كلنا بيطلع وبيطلع وقت الازمات على فكرة حتى لو حاولت تخبيه طول الوقت طبعا بيطلع في الاحتكاك بالضبط كده بالضبط كده الحديث التاني اللي عايز اقولها ان اللي نشر الفكرة دي في المسلمين هم محمد والعصابة بتاعته ومن بعديها كمان الرؤسة العربية هم اللي ادخلوا في دماغ المسلمين كلهم ان في مؤامرة بتحقب الدهم ما هو عشان الدكتاتور يحكم لازم يخلق مؤامرة خارجية كل دكتاتور بيحكم لازم يخلق مؤامرة خارجية احنا لغاية النهاردة عايشين بالمؤامرة دي صحيح يعني هي هتنتهي لبنهية الاسلام واسهل مؤامرة ممكن نروجها هي المؤامرة الدينية لانه الريدي عندنا عندك الاساس موجود فانت مش هتبدل مجهود يعني بالضبط كده النقطة الاخيرة اللي هقولها ان يعني هو انا بس عايزة اسأل المسلم سؤال واحدة هو ليه الغرب يتأمر عليك عشان انت احسن منه في ايه انت قدمت للبشرية ايه والغرب قدم للبشرية ايه بس ما هم ممكن يقولك هم شايفين انا ممكن مستقبلا اغلبوا هم شايفين انه عندي قدرات فلازم يسرقوني ويفرقوني ويعملوا بينا يعني يضربونا في بعض عشان ما نطلعش ونسيطر احنا يعني يعني طب حتى القدرات اللي عنده وبعد ما الاستعمار ساب البلاد هم نفسهم مش قادرين يدروها القدرات دي البلاد بتاعتهم متخلفة وهما نفسهم اللي بيدروها يعني الاستعمار سابهم خلاص صحيح هم ستين وسبعين سنة سيبنهم ليه لغاية النهاردة الدول الاسلامية متخلفة وفقاء المجتمعات كلها بالتباب لعا دي اسئلة يعني معقولة ومنطقية ولازم واحد يطرحها وانا الغرض من طرح الموضوع ان يبتدي نقاش عقلاني وجدي في الفكرة دي لازم الفكرة دي نفحصها نسائلها لانه لو ما فيش نقاش حولها هتبقى مسممة شعوبنا مسممة شبابنا يا جماعة بيكرهونا يا جماعة بيكرهونا عايشين احنا بفكرة لحد ما كبرنا وبتصير بتتحكم فينا وبتسمم كل شيء في حياتنا بالضبط بالضبط وأشكركم جدا على البرنامج الله يخليك شكرا أخت سوزي ناخد الأخ نبيل من الولايات المتحدة أهلا بيك أخي نبيل تفضل أنا مسامع مسامع الأخ نبيل طيب الأخ صفوت من الولايات المتحدة أهلا بيك يا أخ رشيد نعم أنا يعني مبسوط جدا جدا من البرنامج بتاعكم والكلام اللي بتقال الله يخلي فلازم البرامج دي تتحول للإنجليزية لأن الكلام اللي قاله الأخ مجدي من ناحية الانتماء ده كلام خطير جدا جدا الناس اللي أخدت الجنسية وبقت أعضاء في الكونجرس وعندهم انتماء للإسلام أكتر من أمريكا دول الناس لازم الأمريكان يفهموا كده نعم يعني الست بتاعت الصومال اللي عاوزة تشيل ترامب عشان خاطر قال كلمة عليها دي أهم حاجة عندها الإسلام مش أمريكا نعم إزاي واحدة زي كده تاخد مركز قيادي ويبقى ناس يتابعوها واللي منهم بيدخلوا الجيش الشباب اللي بيدخلوا الجيش ما ده ممكن يعمل أول ما يبقى فيه مركز قوة يعمل حاجات ويخرب لأن الانتماء بتاعه للإسلام مش لأمريكا وده بيظهر أنه من جانب أمريكا أهو القانون طلع طلع سيدتين مش أنه حتى يعني رجال يعني أن السيدة لو فضلت في البلدان الإسلامية مش ممكن تحصل على مناصب سيادية أو في مستويات عليا طي الله سيدتين يعني بإمكان واحدة مسلمة تنجح في بلدان غربية لأن القانون بيعامل الجميع بنفس المشتوى هي نص تبني آدم آه فهي في الصومال كانت حتطلع تكون النائبة يعني في الصومال ولا الأخت الفلسطينية كانت حتكون من ضمن حماس ولا ضمن السلطة الفلسطينية مع عباس احتمال صعودها للسلطة ضئيل جدا في البلدان ده ده يدل على أنه ما فيش تمييز لو هم فاهمين دلوقتي دلوقتي هي واخدى مركز حتى بيقال أنا سامع تفضل حتى بيقال إن هي جابت أخوها عن طريق جواز عرفي لازم العالم دي تعرف الأمريكان اللي بيوافقوا على كده ويقول إن احنا مش عايزين يعني ندخل في التفاصيل دي لأننا ضيعنا عن الفكرة الرئيسية لكن أشكرك لأنك قترت الموضوع ده أستاذ مجدي يعني وجود ما هو أهو أمريكا يعني كان فيه قبلهم واحد تاني من الأفريقا الأفارقة الأمريكان من السوت كان فيه وكان فيه اتنين وكان فيه اتنين ففيه مجال الآن لصعود المسلمين للكونجرس ولي أنه يسمعوا صوتهم لكن اللي حصل إنه اكتشفنا إنه بيدافعوا على الإسلام أكتر من مصالح أمريكا ده أنا عاوز أقول لك حاجة أنا هنقل عن مسلمة كمان مصرية باحثة في واشنس اسمها نيرفانا محمود كتبت تويتا قالت إن الهان عمر مش مسلمة بس هي إسلامية يعني هي إسلامية وكان واضح طبعا على قتب كيرو لما يقولوا يعبروا عن عداءهم الشديد لإسرائيل بناء على دين طبعا وبناء على توجهات دينية إيديولوجية طبعا 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 مش سياسية لأنه سياسيين إحنا عارفين براحتها تعبر عن سياسيين بس هي تستخدم منبر أمريكي لبس القراهية تجاه كذا وحاجات كتيرة يعني حاجات كتيرة غلط أنا قلت لك المشكلة منبع القيم هو الدين ده المشكلة طيب المنع اللي قام بيه ترامب كيف تفسره ده مش عداء ضد المسلمين عداء إيه ده هو أصلا عملهم سبع دول ونزل دولة بقى مست دول دول فيها اضطرابات شديدة جدا 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 خطر إن تفتحها فيها إرهاب فيها فوضى دول فاشلة واخد بالك وعمل منع تسعين يوم تسعين يوم والدول دي فيهم كوريا الشمالية ليه ما قالوش إن كوريا الشمالية يعني انت تشوف الدول هيئة اليمن اليمن دي مش حالة ضياء وحالة فوضى سوريا مش حالة فوضى ليبيا مش حالة فوضى إيران مش في عداء بينها وبينها والصومال وكوريا الشمالية هذه ستة دول ما منعش سعودية مصر ما منعش فاكستان ستة خمس دول إسلامية من خمسة وخمسين يبقى فيه كم دولة بقية خمسين يبقى خمسين دولة إسلامية وبعدين منع المدة تسعين يوم وفي الحالات الإنسانية فيه استثناءات للفيس في الحالات الإنسانية وبعدين المحكمة العليا راحت للمحكمة العليا قالوا نعم من أجل الأمن القوم لأمريكا والدول دي مصدر الترابط وقطر وفيهم تطر وفيهم كده إرهاب حق الرئيس في إطار صلاحياته الدستورية ام اتخذ القرار فما فيش هو عامل هو عاوزين يعمله بروباجندا منهم والتحديم هذه المشكلة كيف يتعامل الغرب دي المعلومة اللي يمكن ما يعرفهاش كتير من المسلمين المساعدات المقدمة للبلدان الإسلامية عاوز أقول لك حاجة طبعا أكتر دول بتقدم مساعدات في العالم هم الدول الغربية اللي هي أوروبا وأمريكا أمريكا طبعا أوروبا وأمريكا وكانلا وأستراليا ماشي أكبر دول بتقدم مساعدات أكبر دول متلقية لمساعدات هي الدول الإسلامية هي الدول الإسلامية يعني مثلا انت تشوف مصر أمريكا مثلا تاني أكبر دولة إسرائيل نمبر وان مصر تلقت على الأقل على الأقل حوالي 80 مليار دولار مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات من سنة 79 لحد دولة تاني أكبر متلقي مساعدات بس أجل النقطة التانية هيقولك مش عجل سواد عذون كله بقى عجل مصالحهم طيب جميل جميل عجل مصالحهم طيب هقولك حاجة خلينا نعرف المساعدات بتروح فين المساعدات دي بتروح لإما المنظمات الدولية يإما الكوارث دولية يإما مساعدات سنئية بين الدول ماشي؟ ماشي الغرب هو اللي بيقدم أغلب المساعدات لكل المنظمات الدولية المنظمات الدولية الكوارث كلها منظمة الصحة العالمية اللاجئين منظمة كله منظمة كله كله رايح لأغلب الدول الإسلامية أغلب الدول الإسلامية لما بتحصل كارثة في دول الإسلامية بيدفع الغرب لكن لما بتحصل كارثة في الغرب ما يدفعوش الدول الإسلامية يدفعو نفسهم بس يبقى أولا فيما يتعلق بالمنظمات الدولية اللي الغرب بيماولها الأغلبية منظمة الصحة العالمية الأمراض عندهم كل حاجة عندهم يبقى بالنسبة للتمويل للمنظمات الدولية المستفيد الأول منه أيضا الدول الإسلامية والدول الأفريقية الفقيرة ماشي بالنسبة لما يتعلق بالمعونات السنائية قائمة على حاجتين قائمة على العلاقات بين الدول طيب كويس أن يفي علاقات بين الغرب والدول الإسلامية كويسة وإنه بيدفعوا لكم يعني مش فعلت عداء معاكم لا في ناس بيقولك بيدفعوا لنا عشان عايزين يحلبونا يعني يعني ما فعلش المنطقة يعني يدفع إزاي عشان يحلبك حلب ومصر حلب ومصر في ايه بيقولك بيستفيدوا من خياراتها ايه بقى اي خيارات مصر اللي يستفيدوا منها طالع واحد يقولك ممكن ياخدوا الغاز ممكن ياخدوا متعارفية بيستكتشفوا لهم الغاز وبيعهولهم يعني خدوا من مصر غاز كده سرقوا غاز مثلا سرقوا غاز سرقوا بترول من اي حتة سرقوا حاجة الكلام الوهمي ده ده حتى العراق لما بيدفعوا لهم قالك بياخدوا هم بياخدوا خيرات العراق شوفي اخ العراق لحد الان من اكبر الدول المتلقية مساعدات مش احنا ناخدوا بترولهم من اكبر الدول المتلقية معونات من الولايات المتلقية بس كل الناس مصدقوا انه بيسترقوا بترول العراق كل الناس ما بتشوفش الإحصائيات اللي عندها كل الناس بتصدق البروباجندا الكسب دي أقول لك حاجة العراق دي لما حصلت الفوضى في العراق أثار كتير تسرد مين اللي بيدور لهم على الأثار دلوقت الولايات المتحدة الأمريكية بتتعقبها وترجعها لهم وترجعها لهم هم ما بيبحثوش عن أثارهم زي من الغرب بيبحثوهم عن لما بيلاقي حتى يقولوا دي اللي جال دي كانت فتحة في العراق يرجعوها للعراق تعال اشوف مثلا حرب العراق حرب العراق حرب العراق سنة 2003 بس البنتاجون only وزارة الدفاع الأمريكية بس تكلفت 739 مليار دولار وبعد كده لما عملوا عملية داعش الأخيرة كلفتهم 27 مليار دولار عشان البترول خدوا برميل واحد من العراق عشان يحلموا خيرات العراق سؤال بقى هل خدوا برميل واحد منها لو خدوا بترول العراق دي المدة 20 سنة حرب العراق دي كلفت اقتصاد امريكا ما لا يقل عن 2 تريليون هيجبوهم ازاي من العراق دول لو خدوا 50 سنة بترول العراق لو خدوا كلهم يخزون بترول العراق هم ما خدوش ولا برميل ولا برميل بيبعوه زي اي ناس بل ان امريكا ما بتستوردش بترول من العراق ما بتستوردش بترول من العراق وعلى فكرة امريكا الان هي اكبر واحدة طيب مسطر وليسا مستور في العالم يعني بترولكم اتبعوه حاجاتكم اتبعوه كلفتونا كل المبالغ دي ايه اللي خدناه منكم احنا دخلنا الاسباب تاني هنشرحها نعم فبالتالي يعني ما نسيت في مسألة التعامل الغرب مع الهجرة اكبر بلدان تلقت لاجئين هي الدول العربية دلوقتي طبعا هي الدول الغربية اللي اخذت لاجئين الغربية طبعا وقدام كندا والاوروبا والمانيا وملايين يعني ملايين طب ما لو كانت تفضلت يعني الناس اللي بيقول لك عشان محتاجين ليد العاملة لو كانت تفضلت البلدان الاسلامية وقابلتهم ما كانش المانيا كانت حد تقول لهم يعني يجيبوهم بالغصب بس لازم تفرق بين الهجرة المعسكرات الكامب اللي بيعملوها للناس بطريقة لا ادمية في تركيا وفي الاردن وبين انهم ياخدوهم جزء من المجتمع ويدوهم قامة الغرب بياخدوهم ده بيوزهم بيدمجوهم بعد كده بيدمجوهم في المجتمع احنا عندنا في المغرب لاجئين سوريين محدش بيدمجوهم طبعا ومن افريقيا جايين للمغرب محدش بيدمجوهم بالكاد عملوا اوراق يعني اقامة لألاف منهم والهاخدو جنسيات غربية طبعا فرق شاسع يعني هم يعني طيب ناخد الاخ نبيل مرة تانية نحاول معاك الاخ نبيل من الولايات المتحدة اهلا بيك اهلا اخ رشيد السلام لحضرتك والاستجمات بيك اهلا اهلا تفضى الاخ انا عارف اللغة حضرتك قليل فانا اختصر بس وانا اذا اقول مش الغرب بس اللي بيكرههم هم تعتقدوا كمان المسلمين بيتطهد المسلمين والهنود بيتطهد المسلمين يعني المعنى اضاك ان العالم كله بيكره المسلمين وده نتيجة حاجة انا في رأيي انهم عشان هما بيكرهوا العالم نتيجة الاختصر اللي عندهم زل الولاء والضراء وبهات الطلب والحاجات دي هم متخيلين ان رد الفائل الطبيعي للعالم انه العالم بيكره طب انا سألهم سؤال انتو بتقولوا الاسلام فوبيا هل سمعنا في الغرب عن الهندوس فوبيا او البوزرية فوبيا نعم بس الاسلام فوبيا مما لو بيكرهوا خاتيم من المسلمين يبقى يخافوا برضهم بيت جنسيات يبقى العيد فيكو مش كدعها ده الوسط للنقصة فكرة يعني اسئلة في محلها وفعلا يعني تعليق في محله ايضا هو نظرية المؤامرة مع الششة في العقل الاسلامي بطريقة غير عادية ليه؟ انه ايجة النصوص نصوص كمان هو عاوز يرضي الايجو بتاعته هو حاجة حلوة فلازم الناس تتأمر عليه هو شايف نفسه حاجة حلوة هو شايف في المخيالة التاريخية انه حاجة حلوة فلازم الناس تتأمر عليه ولازم الناس تحسده على دينه ونازم الناس كمان تمنع تقدمه ايه الحل في نظرك أخي نبيل؟ يعني عشان الشاب بيطلع من الشباب اللي بيشوفوا الآن على الانترنت وعاليوتيوب على السوشل ميديا عشان يطلعوا عشان يعملوا حاجة عشان ما يبقوش في الدائرة احنا مظلمين واحنا واحنا حصل معانا ايه اليابان ما قالتش انه ضربوني بهيروشيما ودمروني وقعدت تندب حضها قرون يعني بعد كده لا هم قالوا احنا عملنا ايه غلط خلينا نصححه ونبدأ من جديد وفعلا نجحه احنا عملين ندور في نفس هم بيكرهونا واستعمرونا وما بيحبونيش ومش عارف ايه ومش عارف ايه وقعدين ندور في نفس الحد هم اللي عايزين يحلوا المشكلة دي المشكلة حلصة ندور يعتبروا قطب الطراز دي لا قيمة لها ويعتبروا ايات في في القرآن دي ايات كانت مرتبطة بزمنها ومكانها بس ولا يستعلمون تعيسها يقدروا يعدوا المشكلة يعتبروا ان دي كانت حاجة خاصة مثلا بيعود وقتها او نسحين وقتها لكن مش اياه معمان يعني يقدروا يتعاملوا مع الناس ان الناس دي فريندل فيهم وبيحبهم وحاجات ذا كده انما تقول لي ولأ وبراء وجهات الطلب وحاجات ذا كده انت حالي تحرب اوتوماتيك مع اي حد بغمك طبيعيا اعطيك هيا نسكو لها وهيا تعتقد اللي نسكو لها اشكرك اخي نبيل وخليني في سؤال اخر غزو افغانستان او خليني اسأل سؤال قبل كده حماية البلدان الاسلامية احنا عارفين كلنا عارفين انه امريكا بتحمي السعودية وامريكا بتحمي الاردن وامريكا بتحمي افغانستان وامريكا بتحمي كده بلد اسلامي بدون نذكر القائمة كلها بل حتى بلدان مثل مصر لو لا حماية امريكا كان حصل مشاكل لا حصل لها عبر التالي حتى الامان الاقتصادي كيف تعامل الغرب في مسألة حماية المسلمين لما صدام ضرب الكويت لما كان حابب يدخل حتى على السعودية فيه اولا لازم نعرف حاجة ان مصالح الدول الكبرى فيه طبعا جزء ارتبط بمصالح الدول الكبرى الغربية لما كانت فيه مثلا حرب على الحرب الباردة كانوا متعامنين مع الدول الاسلامية ضد الشعية لكن المفهوم الاساسي انه ما بتفرقش حتى في المصالح احنا دول علمانية مش حطيني الدين عاقق في مسألة التعاون والحماية والكلام احنا نضرب البوسنة ضربنا البوسنة المسيحية علشان نحرر وند حرية للبوسنة المسلمة دخلنا عشان ندي كوسوفو حق تقرير مصيره بقى الدولة وعرغم انها مسيحية رسولكسية حررنا الكويت من مسلم لمسلم حرارة دخلنا الصومال سنة 93 وفقا للأمم والتحد عشان نحمي قوات الأمم والتحد عشان نساعدها في مهمة انسانية في الصومال ودفعنا دائم وفلوس وكلام زي كده رحنا افغانستان الاسباق كل مسألة تعاوننا مع تركيا ودمناها الحل في شمال الاطلاس فرنسا بعثت جنودها حتى يحرروا الحرم وحرروا الحرم الحرم نفسه لو كان واحد يكره الاسلام خلوه يدمروه يدمروه أبوه يعني حتى يعني لو الواحد يبقى تمام يبقى أولا المسألة الأساسية محطوش عائق الدين انت بتفكر من منظور ديني وهما بيفكروا من منظور تاني منظور مصلحة منظور إنساني في حاجات إنساني وحاجات مصلحة وحاجات علاقات سنائية بين الدول يعني طريق التفكيرهم مختلف مختلف عن طريق التفكير عن طريق المعيار الديني وده أشرت ليه انت في البداية يعني إزاي بيفكر الاتنين هما بفكروا من منظورين مختلفين طب غزو أفغانستان وغزو العراق والحرب على الإرهاب بيحطوها على أساس إن هي حرب ضد الإسلام يعني ما بيشوفوش تحرير الكويت ما بيشوفوش حماية السعودية ما بيشوفوش لا هما غزو العراق كان حرب على الإسلام غزو أفغانستان حرب على الإسلام الحرب على الإرهاب هي اسمها كده بس هي حرب على الإسلام أولا الشخص الرئيس اللي طلع قال الإسلام هو دين سلام مزار المؤسسات الإسلامية هو اللي أعلن حرب على جيرج دابلي بوش هو اللي طلع رفع مصطلح الفشية الإسلامية وحربنا مع الفشية الإسلامية هما بقى يفرقش من الفشية الإسلامية والإسلام وهم ربطين كل حاجة ببعضها هو قال أنا على الفشية الإسلامية الحرب على الإرهاب هي حرب دفاعية كبرى تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لما يطلع واحد زي فوكياما يقول أن الفاشيون الإسلاميون الجدد هم الذين يتحدون الليبرالية الدموقراطية الغربية وهم في حالة حرب معنا وده أصلا من أصول يابانية لما هين تنجتون يقول أنه عايشين عصر حروب المسلمين لما واحد يهودي بيرناد لوزول هذا واحد مسلم يهودي مسيحي كل واحد من أصد ياباني من جزور مختلفة في الوقت البداية بيرناد لوزول عايشين في عصر الهياج الإسلامي وعصر حروب المسلمين هنا يبقى فيه حرب دولية دفاعية لأنه هم اللي هاجموا الغرب الفشياء الإسلامية هي اللي تهاجمت الغرب واستهدفت الغرب في عقر دار الغرب وفي قوة الغرب وفي رموز الغربية هي حرب دفاعية زي الحرب ضد النازية وزي الحرب ضد الفشياء زي الحرب ضد الشيوعية دي مش كراهية ضد المسلمين لا طبعا جات في أرض إستامة انتوا جات الفشياء من عندكم لما طلعت ضد النازية كانت ضد المسيحية الإلمانية مثلا ولا ضد النازية أيدولوجية هي النازية الشيوعية دي مش دولة أرسدوكسية ضد الأيدولوجية الشيوعية ضد الأيدولوجية الفشية الفاشية الاسلمية ايدولوجية اذا اعتنقتوها كمسلمين يبادل زنبكو مش زنبنا احنا دي اسمها الفاشية دي ايدولوجية فاشية وعشان كده الغرب خلق مصطلح حتى يفرق ما بين الاسلام اللي هو ممارسات دينية وبين الاسلام اللي هو حرب وكجنيد ايدولوجي فقال دول اسلاميين حتى يحاول يعمل تفريق ما بين الاتنين الدمج في عقولهم لكن الرؤية واضحة في عقول الاخرين العالم كله عارف ان المسلمين حاجة والدول الاسلامية حاجة والدين الاسلامي حاجة والفاشية الاسلامية حاجة هذه الامور واضحة في عقول الاخرين عقولهم هي مختلفة هي المشكلة عندهم دي حرب ضد ايدولوجية اسمها الفاشية الاسلامية وسينتصر الغرب فيها طب اللي بتحال تكلموا عن الاستعمار الاستعمار انا زي ما قلتلك الاستعمار ده اوروبي خلي بالك ودي جولة ما بين الصراع بين أوروبا الغربية المسيحية ما ممكن ندخل فيه حتى الوجود الأمريكي في العراق خلينا الحرب على الاستعمار اللي هو ما بيتكلمه الاستعمار الأوروبية للدول الإسلامية ها دي اللي في دماغهم طول الوقت بس هذا الاستعمار فرنسا في المغرب وفي الجزائر وإسبانيا بس هذا الاستعمار استعمار الأفريقيا استعمار أمريكا اللاتينية المسيحية وأفريقيا أغلبها مسيحية استعمار أمريكا اللاتينية الكاسوليكية واستعمر حتى البرازيل والفلبين واستعمر الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا والكلام ذاك والهند الصين كانت تحت الاستعمار الإنجليزي الهند كانت شركة الدخان البرتان يعني العالم كله كانت فيه فترة استعمار وعلى فكرة أنا مش دفاعا على الاستعمار الغربي الاستعمار الغربي لما جات في القرن التسعة عشر والعشرين كانت أوروبا نهضة فيها يتعلق بالفكر فكانت أفضل الفترات بالنسبة للشرق الأوسط بينداموا حاليا على فتر هي أفضل فترات عشيتها شعوب الشركة الأوسط مش دفاعا على الاستعمار وأنا ضد احتلال أي دولة حتى فرق بين استعمار واحتلال الاحتلال أنواع أنك تحتل عشان تاخد حتة احتلال استطاني عشان تغير هوية دولة وتغير دينها لكن دولة راحوا استفادوا وفادوا ومع هذا إن كانت فترة أفضل الفترات بالنسبة لي أنا واحد جاي من دولة بالنسبة للحرية ونسبيا يعني لو تكلمنا عن أمور نسبي لديت متكاك مع أوروبا النهضة لكن هي كانت مرحلة بالنسبة للأوروبا وأوروبا انتقلت إلى مرحلة تانية واستعمرت العالم وهما في نفسهم صاروا بيعتذروا عن استعمار شعوب العالم واستعمروا العالم كله أو قالوا إنه دي فترة انتهت أوروبا استعمرت العالم كله فوقتها استعمرت دول مسيحية وتدول كسدد يعني مش عاصدين المسلمين في حد داتهم اوستعمرت كل العالم رغم أن المسلمين قبلها كانوا عاملين استعمار ديني اللي هو غزاء أوروبا نفسها ده حاجة تانية بقى ده استعمار استطاني ده بيغير هويك ودينه لكن رغم ذلك ما بيشوفوهش يعني هم بيدينوا بس الاستعمار الغربي لكن لا بيفتخروا استعمارهم اللي هو الاستعمار مختلف ده احتلال استطاني حتى لو مش عايزة فرق بينهم يعوض أنك تتكلم عن ما فعله فيك الآخر دين الاتنين يا أخي وبعدين الوحيدين اللي بيولولوا اللي بيولولوا وبيقولوا سبب تأخرنا ولا استعمار الوحيدين في الدنيا كلها هم المسلمين مشاهدين احنا كان نفسي استمر في أسئلة تانية وأخذ مكالماتكم أكتر لكن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أنا فقط قبل أن أنهي الحلقة أي واحد يشوف هذه الحلقة الغرض هو مش أنه أهاجم أي مسلم ولا أهاجم أي يعني شعب من الشعوب الإسلامية لا الغرض هو أنه نولد هذه الشرارة من التفكير أخرجي من القوقعة اللي حطونا فيها أنه الغرب بيكره الإسلام والمسلمين ما حدش بيكره المسلمين ما حدش بيكره الشعوب الإسلامية ما نعيشه هو نتيجة نتحمل مسؤوليتها وعلينا أن نفكر ما هو الحل عوض العيش في عقلية الضحية دايما إحنا الضحية والآخر هو السبب اخرجوا من هذا التفكير حان الوقت أن نرفض هذا النوع من التفكير وإلى اللقاء في حلقة قادمة في موضوع آخر أشكرك أخي مجد أخي مجدد اشتركوا في القناة